المزيد ومشاهدين الكرام حول استعدادات المنتخب الوطني للمواجهة المرتقبة غدا مواجهة منتخب بوركينة فاسو في الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية المهلة لكأس العالم 2026 يطلعنا على هذه الاستعدادات أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري ما مساء اليوم المؤتمر الصحفي لكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والذي أعلن فيه عن تفاصيل استعدادات المنتخب القومي لكرة القدم للمباراة المرتقبة غدا بإذن الله بين منتخب مصر ومنتخب بوركينة فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 هذا المؤتمر الصحفي الذي أقيم هنا في استاذ القاهرة الدولي ضم كابتن حسام حسن وكابتن محمود ريزيجي وأعلنوا خلال المؤتمر عن جهزية المنتخب الوطني لمواجهة الغد بإذن الله وأعرب أيضا كابتن حسام حسن عن رضا وقدم الشكر لكافة الأندية على الدعم الذي قدموا له في اختيار اللعبين وتشكيل المنتخب واللعبين الذين سيشاركون في مباراة الغد بإذن الله عقب هذا المؤتمر الصحفي قام اللعبون بالميران الأخير هنا في استاذ القاهرة الدولي استعدادا لمباراة الغد وأيضا نذكر أنه المباراة غدا هي عقب فوز المنتخب القومي في المباراتين الأولى والثانية بين جيبوتي وأيضا مع سيرليون حيث فاز المنتخب القومي على جيبوتي بسوداسية نظيفة وفاز أيضا في الجولة الثانية على سيرليون بهدفين دون رد وننتظر غدا بإذن الله هذه المباراة الفارقة حتى يتم تصعيد المنتخب الوطني لمنفسات كأس العالم لكرة القدم الفين وستة وعشرين هذا ما تم هنا في خلال هذا المؤتمر الصحفي وهذا الميران الأخير للمنتخب الذي أيضا اتسم بالجدية والحماسة خاصة بين كافة اللاعبين في المنتخب الوطني وكل التوفيق لمنتخب الوطني حتى يسعد الملايين من عشاط الساحرة المستديرة إليكم زملائي في الاستوار